ألا إن نصر الله قريب يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله تبارك وتعالى يقين بالله عز وجل أن النصر قد اقترض وعندما نقول النصر قد اقترض الكلام ليس مجرد تخمين نرتكز في ذلك إلى أكثر من جانب أولا نرتكز إلى وعد الله عز وجل ونرتكز إلى قصور فهمنا لحقيقة وعد الله عز وجل والذي يقرأ بدايات سورة الروم يقف عند هذه الحقيقة لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز والرحيم وعد الله لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافل الذي يحلل ويرى النصر بعيد لأنه ينظر للزوايا المادية فقط الله سبحانه وتعالى ابتلى هذه البلاد بهذا العدو وتعهد أن تكون نهايته بعد الإفساد في سورة الإسراء وقلنا إلى بني إسرائيل كتابي لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأسا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفهولا وبقية الآيات ثم الأحاديث النبوية التي تبشر لا تقاتلن اليهود الحديث حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يودي خلفي تعالى فاقتله هذا جانب الجانب الآخر أنت تفهم من لغة عدوك أن نهايته قد اكتربت في أكتوبر ويبدو هذا أكتوبر يعني هو شهر لعنة على عدونا 1973 في تصريح لقول دمائير قالت هذه بداية خراب الهيكل الثالث عندها وكان في تصريح لقائدهم الحالي هذا في بداية هذه الجولة الانتخابية التي فاز فيها الأخيرة قال يعني يعرب عن آماله أن يطيل عمر هذه الدولة إلى مئة سن وثم تصريحات كثيرة جدا أن هذا القرن الثامن عندهم عندهم طبعا حسب تسلسل التاريخي لقيام دولة يهود عبر التاريخ أنها لم تعمر أكثر من ثمانين عاما وبالتالي هم الآن في المراحل الأخيرة لهذا الأمر الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى لما ضرب عليهم الدلة والمسكنة قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس حبل الله قد قطعوه فهم لا يحترمون الله عز وجل تصريح لبعض حقاماتهم قبل أسابيع قال أنه يعني يصف من يقفون مع الله سبحانه وتعالى من أهلنا في غزة قال هؤلاء لم يتخلى عنهم ربهم أما نحن فقد تخلى عننا ربه يعقوب والعياذ بالله سوء الأدب فهم نقضوا عهدهم نقضوا عهدهم مع الله عز وجل من عهد موسى عليه السلام وحبلهم مع الناس الآن بدأ يتقطع بشكل واضح جدا على مستوى العالم اللهم إلا في عالمنا العربي للأسف اللي هو يعني غرقان ما زال في مستنقع أيضا من الأشياء المؤشرة على أن النصر لا بد أن يتحقق أن الوعي الآن الذي يتحقق على مستوى عالمي بحقيقة هؤلاء الذين استطاعوا أن يخدعوا لا أقول العالم العرب والإسلامي بل العالم كله لفترة قريبة جدا أنهم هم الشعب المسكين المضطهاد المعتدى عليه أنه هذا الشعب هو الشعب الأخلاقي وشعب القيام وللابد أن يكون له دولة يستقر بها وأنه ليس كثير عليها أن تكون له دولة في فلسطين إلى غير ذلك الآن العالم بدأ علاقاته تنهار مع هذا العدو بل بالعكس بدأت هناك حركة وعي عالمية من شأنها أن تقطع حبل الناس فإذا قطع حبل الله وقطع حبل الناس فهذه بشرى بنهايتهم إن شاء الله تعالى فنعم فلسطين بإذن الله على موعد من النص لكن متى نسأل الله عز وجل أم يكون قريبا